السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايك يا حبايبي عاملين ايه? معكم يوسف من كانت حلو حدق مع بيسو. النهاردة هناعمل مع بعض الكشري. زي ما بنشتري من المحلات بالزبط. وقلوك كل التكات والاسرار بتاعت المحلات. عارفتها من حد كده شغال في محل كشري. ان شاء الله كده هتعملو مش تشيرو من بره تاني. وهاجي بولك جدا. يا ريت بقى لو الاول مرة بتشوف القناة بتنسيش تشيرك في القناة تفعل الجرس عشان وصفاتي وصلك اول باول. ويا ريت بقى لو الفيديو عجبك بتنسيش باللايك. يلا بقى بنا نبدأ ونسمي الله ونصلي على سيدنا محمد ونشوف المكونات ونشوف الطريقة. اول حاجة كده انا هولع الحمص عشان طبعا هو بياخد معي سيوي شوية. انت ممكن تنقعي ثلاث ساعات او اربع ساعات قبل ما تسويه. بس انا بصراحة ما نقعتوش. هولى عليه كده على نار هجي واسيبو يستوي مع نفسه. تاني حاجة كده هنسلق العدس. انا جبت كده العدس بتاع وولع برضو علي على نار هجي لغاية ما تستوي. وبعد كده هنشوف هنعمل في اتاني. هنسيب بقى يستوي خلص وبعد كده كده العدس او بعد ما استوي. صفيته خلص من المياه بتاعته زي ما انت شايفة كده ورجعته على الحلة تاني. وهحطبه على نار كده متوسطة. وهبدأ ان انا اقلب فيه لغاية ما يطلع كل البخار بتاعه. الحركة دي مهمة جدا. هقلب فيه كده زي ما انت شايفين لغاية ما البخار كله يطلع منه. الحركة دي هتخلي العدس يطلع معي زي ما احدا بنشتريه من برا. بتلاقي كده العدس في المحلات بتاع الكشر مفرفر كده وغير اللي احنا بنعمله في البيت. هنفضل كده نقلب فيه زي ما انت شايفين. ما تخافيش مش هيعجن خالص. هيطلع كل البخار اللي فيه وهارولك برضه بعد ما يخلص معي. هوريك الشكل هيبقى عامل ازاي. بص ده الشكل اللي عدسي كده بعد ما خلص معي. بص نفس الشكل كده زي ما بنشوفه في مطاعم الكشري مفلفل خالص. هركينه بقى على جنب ونشوفه نبدأ قفقتين. هجائز بقى طبعا البصل اول حاجة عشان انا هاخد الزيت بتاع البصل. وهاشتغل فيه ببقية الخطوات بتاعتي. البصل كده هتتعليم على القة من الخل. قطعته كده شراحل وايقة خالص زي ما انت شايفة كده. واحط تعليم على القة من الديق. هقلب بقى البصل كويس كده في معلقة الخل معلقة الديق. وبعدك بقى كده هاخده عشان ايه نحمره. طبعا هابدأ في البصل عشان الزيت بتاع البصل ده هنعمل منه الرز وهنعمل منه الصلصة. هنشتغل فيه. فطبعا بتبدأ تحميل البصل الاوي. هناخده كده يلا عشان نحمره. هنا بقى جبت التصف فيها زيت. هسيب بقى الزيت يسخن كويس قوي قبل ما نزل البصل بتاعه. طبعا حتى كمية زيت كتير شوية عشان طبعا ديل انا هشتغل فيها في الكشر كله. هنزل بقى البصل كده زي ما انت شايفة. اهم حاجة زيت يكون سخن. والنار طبعا 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 متوسطة كده وهبدأ لنا نحمر البصل بتاعه. عشان طبعا يطلع معي مقرمش. بسهما بقلب فيه كده. بدأ او ياخد لون ضحب يسيبه بس يغمقس لنا او زي ما انت شايفة كده. وبعد كده هطلع. اهم حاجة تقلب فيه كويس عشان يبقى كل لون واحد زي ما انت شايفة كده. انا هطلع على طبعا مش طلعا على مناديل عشان طبعا يفضل ايه مقرمش معي. هصفي بقى من الزيت كويس كده. هطلع على طبعا بعد كده نشوف هنعمل ايه. خدت بقى شوية من الزيت اللي احبتوا الصلصة تغلي الاول وبعد كده بعملها طاشي الطم ده اللي انا عارفتهم من المحلات. انهما بيبقى عندهم كمية صلصة كبيرة في الحلة تغلي. وبعدين بيعملهم طاشي الطم بخل. ده بقى اللي بيخلي الريحة بقى في المحل برضو ايه. اللي احنا بنشمها دي بتاعت الكشرة. انا هنا هعمله عادي هحمر الطم كده الاول. وبعد كده هتديله كده ايه نقطتين من الخل. وبعد كده هنزل بعصري الطماطم اللي عندي. اول كده ما الطم بتاع يبدأ اسفر. هنزل بقى على الخل. على فكرة الكشرة جمعة بتحطلو خل. في ناس كتير بتقول لا ما بتحطلوش. لا بيتحطلو في المحلات بيستخدمو خل. عطيت كده الخل على الطم وبعد كده عصري الطماطم. ده كان عندي في فريزر. نزلته كده علي. هدو بقى الطماطم ده نص معلقة كده من السكر. بعد كده بقى نشوف البهارات اللي معي عشان دي ايه مهمة جدا. طبعا هما بيعملوا تشكيلة كده من البهارات. انا دفت هنا الملح. ودفت كده ايه نص معلقة من السكر. طبعا كل محل كشري بتبقى ليه البهارات بتاعته. بيجيبها يعني صحيحة وبيتحانها مخصوص يعني. انا كده جبت لكم ايه? اقرب حاجة البهارات بتاعتهم. معي هنا كزبرة. ومعي هنا رنف الرش صغير قرنف المطحون. وزر ورد. ورق لورا مطحون وحبان مطحون. ومعي هنا رشة من جسل تيب. وفلفل اسود وكبابة سيني. ورشة من القرفة. ومعي طبعا كمون. مشي دي كده البهارات اللي معي. دفتها كده. زي ما قلت لكم كل محل بيجيب طبعا من العطار معين. بيجيب طبعا تشكيلة كده بهارات خشنة وبتحانة. وطبعا دي تشكيلة البهارات اللي عندها. طبعا ما بيحط بهارات اكتر من كده بكتير. بس انا جبت لكم اقرب حاجة متوفرة عندنا. طبعا زي ما قلت لكم فلفل اسمر وكزبرة ومعي كبابة سيني. ومعي ورق اللورة والحبان والقرفة وجسل تيب. هنقامل بقى هنا الشطة زي ما نشتيران بره وبرده اكتب لكم البهارات في صندوق الوصف. انا هنا جبت شوية من الزيت وقطعت فيه فلفل كده. دي الشطة اللي هي بالفلفل والطماطم اللي بيعملها في المحلات. طبعا ما فيه كزي ما شطة. انا هعمل معاكم نوع ده النهاردة. هقلب بس الفلفل كده شوية. وبعد كده هنزع عليه بقى بالشطة. ومعي طماطم متقطعة كده. هقلبها معيه. بعد مقلبتها كده هدفلها بقى ايه شوية كده من سلسل الطماطم اللي معي. الشطة دي جميلة قوي زي ما بيتقدمها كده في محلات الكشري. خلاص كده قول ما بتبدأ تغلي معيه فاضيها بقى في طبعه وطبع معيه جاسا. هنجهز بقى الدقه. معي هنا كده فص من الثوم. فصيني يعني من الثوم معلقة صغيرة. معي هنا كده شوية من الخل وعصير اللمون. معي معلقة من سلسل الطماطم اللي احنا عملناه. معي هنا دي مياه مغلية. انا بحب اعملها كده ما بحبش ان انا هحط الثوم على النور. هضيف بعصير اللمون كده على الثوم بتاعي. وهضيف معي الخل. وهضيف بقى عليه شوية من المي. هبدأ ان انا اقلبهم كويس كده. وهضيف علهم شوية من عصير الطماطم. بتدي علهم حلو كده زي ما بمشترين برا. هقلبها بقى كويس. الطريقة دي احسن من احنا بنعملها على النار وبنحمر يسترين شوية او نغليه. لا كده احسن. هضيف بقى الملح. وهضيف لها شوية من الكمون. ورشة كده من الكركم بتديها لون حلو. هقلبها بقى كويس. وكده خلاص الدقة بقت معي جهزها. المكارونة طبعا ما حبيتش ايه عني سورة انا بسلقها. المكارونة طبعا سلقها عادي. في مية عادية ما بحطش فيها الزيت ولا ملح ولا اي حاجة. بعد ما بسلقها بصفية وطيها شطفة خفيفة زي ما انت شايفة كده حتتطلعها معلقتين من الزيت. الخطوة دي مهمة جدا معلقتين من الزيت بعد ما بسلق المكارونة وصفيها. وبقلبها معي. تفضل كده المكارونة ما بتلزقش في بعضها ولا حاجة وتبدل مفلفين. يعني زي ما قلتلكم سلقت المكارونة في مية مغلية بس. وبعد كده صفتها. وزي ما انت شايفة حتتطلع معلقتين كده من الزيت واركينها على جمع. هنا بقى اخر حاجة هبدأ انا جاهز الرز. جبت بقى حلة عن نور كده وحطيت فيها بقى الزيت اللي احنا محمارين في البصل. وحطيت في بقى الشعري. هبدأ ان انا حمارها كده شوية لغاية ما بقالونها ذهب. بعد ما بقالونها ذهب يفتح كده زي ما انت شايفين. هبدأ بقى نزل عليها الرز. في الخطوة دي لو حابة تضيفي معلقتين من العدس الاصفر مع الرز طبعا ممكن تضيفي. في بعض المحلات بتضيف كده معلقتين من العدس الاصفر على الرز كده وبتقلبه معي. انا هنا مضيفتش حطيت رز بس. هقلب بقى الرز كويس كده مع الشعرية. هجيب بقى الملح. هجيب علي كمون. هجيب علي فلفل اسود. بس كده اضيفت ملح وكمون وفلفل اسود وهقلبه كويس وبعد كده هزود بقى الممي. هجيب بقى الممي كده لغاية ما غطي كده الرز بتاعي. نفس تريد بقى الرز العادي يعني يدبك بس كده المية غطي الرز. وغطي عليه واسيبه بغاية ما يتشرب كده وبعد كده هدي النار علي. اهم حاجة بعد ما الرز يستوي عشان يطلع كده معاك مفلفل زي في المحلات. بتشيل الغطة خالص بتاع الرز كده وتديله كم تقليبة تطلع البخار منه خالص قبل ما تغرفين الكشري. اللي خطوة دي مهمة برضو. كده خلاص الكشري خالص معايا وغرفت زي ما تشايفين كده. انا قدمته بالطريقة دي تقدمي بقى بقى طريقة تحبيه. والشطة هي معايا والسلسة والدقة قدمت معاك كده عشان يحمرته كده زي المحلات. زي اللي بيتقدم برا التوست كده لما بيعملوه. ده عشان كده حمرته في الزيت. يارب بقى النهارتك وشاركونا عجبكم متنسيروش باللايك جربوه بالطريقة دي وان شاء الله يعجبكو جدا ويطلع معاكو زي ما تشترون من بره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.